والله جماعي يزول إينادي غير الله ذا ما عرف الله صح والله ما عرف الله وما قدر الله حق قدره يا أخي الله ذا سبحانه وتعالى باعلم الجو خلي الفلسانك قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ما قال الهم الهم بعد النية الهم إنه عليم بذات بذات الصدور جوه ذات سبحانه وتعالى قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأخفى وفي ناس في الدنيا دي أعدال الله لما نشوف القيامة بعدين وشوفوا النار بيتوبوا بيقولوا نحن توبنا ويقولوا لو رجعونا بنعم الكويس الله عالم به إنه لو رجعوا تاني برجعوا لي باطلون قالوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه سبحانه وتعالى لذلك جماعة الإنسان يتوكل على الله يعتمد على الله يا أخي يا أخي أسف الكورة دي لو غلطت ثلاثة غلطات بمرقوق برا ذكرت أصفر أصفر أحمر طوال الله تغلط عشرين غلط وستين وسبعين وألف غلط من الصباح غلط الصلاة مآخرة صبح الشاي بسمل وتبسمل تركب المواصلات تتلفت في الجزاة تعاين للنساء تيشغلوا هنا تقعد تسمع تصل حل المكتب اختلاسات وزنوب وكذب وحليفة بالكذب الضهور تأخره معاصي دي كله بعد دي أكل فيك شريبك النفس يديك له النفس دي ما سكواه ماريكا ما كان طارد لنا نحن بالجمر الخبيثة دي الكهرباء يشتري نفس بخمسين جنيه كان فلست تكون بس كاتم في البيت قال لكن الله ده نعم يديك له سبحانه وتعالى وينعم عليك ويكرمك كإنسان ولقد كرمنا بني آدم وبعد بعد تعصيه افتح لك باب التوبة ياخفي ناس أساءوا إلى الله سبوا الله عديل سبوا في القرآن الله جابه قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث قالوا الله ثلاث و الله قال لهم سبحانه وتعالى قل هو الله أحد 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 نجد تحسيب تقول واحد اثنين ثلاثة لكن كان قلت أحد دي ما بتمش لي قدام واحد اثنين ثلاثة لكن أحد دي بتقيف كثير أحد وبعد بعد سأوله قال في الآيات البعد أفلا يتوبون إلى الله و يستغفرونه والله غفور رحيم كانت أبو لي باكبل قال وناس وصلوا درجة بعيدة من الزنوب مجزا بين ولا ثلاثة ولا عشرة قال قل يا عبادي الذين أسرفوا ليس راف مجاوزت الحد يعني دي لتجاوزوا الحد مش بعيد قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعني لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور رحيم شكرا قلت لقي بيل صاحب المعصية ضلاله عارف نفسه في معصية قريب لكن صاحب الشيك ده شايف نفسه في خير هو في أشد الضلال وفي مهب الريح وفي أهوى الهاوية يا غزول مش حصة ساي كتل تزع وتزعين رقبة تزع وتزعين نفس طق طق كتل والله بينظر له سبحانه وتعال اقتل دورة ده ماشي على أولاده شايل كيس الخدر طق يكتل خلي أولاده يبكو بيغان ده في إجاه ماشي يزوج فرحان يكتل خلي زوجته لافز ده في إجاه كذا ده كذا ده كذا كتل تزع وتزعين رقبة في النهاية داري توب كذا انت كان زول غلط فيك تزع مرات ده ما بتخته صاحبك يقول لك المرة اللولة فوتنا مرة الثانية فوتنا الزول ماشي ماشي غال دم متقيل يا أخي يقول لك دم متقيل عديل كذي وده قال لك تزع وتزعين معصية ومش معصية ساي قتل عديل لما انتاب وكتل واحد كمان نمر مية ده وقاعد يعود سألوا قال لها أنا عليت وأنا جبت لك بالدار جساي في البخاري مسلم حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال لها أنا كثلت تزع وتزعين رقبة رأيك شنو بالدار جسانة جبت الله قال لها الشغلة دي كتيرة السانة قال عبد هنا بعبد شغال عبادة وخش الجنة ويتك كثلت تزع وتزعين تخش معاي برضو شغلتك دي ما في توبة قال لها قال لها ما في توبة ولا يتال حقون ذاته تزع وتزعين دي ما جاي انتما مية كي تتوزن كوي لا حقوا مية الزول ده بعد ده ما هي اسم رحمة الله ما قال لها مش ليزول فكي يقر ابني لي الله هو السيدال بمش لي فكي تلقاو جدادا ما كتلا خلي بشا وتلقا اسي الزم بالله يقول لك أنا الله عليك الله جوا الكلام ده كعب كيف قول لك أنا الله لو جيتوا عديل ما بيقبلني إلا مش لي بفلان أساء الزم بالله عشان كي قال لك ما قدر الله حق قدر طوالي مشى أنا القصة ده مكيفني فيها شنو الزول ده بعد تاب الله حول لي الأرض عديل يعني تخيل زول كاتل تاب الله الأرض زا تحول له في صيح مسلم رواية صيح مسلم في البخاري ومسلم في رواية مسلم فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي في لفظ أن تقاربي في صيح مسلم أن تقربي تعالي قريب يعني أرض حول له وفي النهاية شاله ملائكة شنو الرحمة وفي رواية ذكرها النوع في رياض الصالحين قال فنأى بصدره يعني الزول لما انجوا ملك الموت لو وقع عليه ظهر كان شالته الملائكة بتاعت العزاء لكن نأى بصدره وقع على صدره فأخذته ملائكة الرحمة إنت زول ما كتلت وإنت باب التوبة مفتوح أحسن الظن بربك قل لي يا الله أنا غلطت عديل كذير أنت مما تعترف معناه إنت دربك مشا وآخرون اعترفوا بذنوبهم مما تقول لي يا الله أنا غلطت كثير جدا وأنا الليلة جيتك تايب وإنت التواب اسمك التواب واسمك الغفور وإنت بتغفر وبتتوب على العباد توب علي ما بيقبلك قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباد فالزولة جماعة يقبل التوبة من عباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فلذلك جماعة الإنسان يلجأ إلى الله ويدعو الله ويتوكل على الله ويعتمد على الله ليعلق حجاب قال وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَلَيَعَلِّكَ فِي الطِّفِي الْكَمُّون بِحْفَظُ لِكَ اللَّهُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ تجعل عقيدتك في الله تماما الميد إنت تدعو له الله يرحمه مش إنت تدعوه من دون الله لأنه عمل قطع الرسول قال لك التدائر يدعو لك الدعاء دا عمل والرسول قال لك صلى الله عليه وسلم من يدع عمل قطع إلا من ثلاث صدق جاري علم وانتفع به ولد صالح يدعو له في صحيح مسلم